هنروح للحدث الثاني اللي حصل هذا الاسبوع وهي مباراة كرة اليد سيدات الاهلي والزهور في منطقة القاهرة والانتهت بفوز طبعا النادي الاهلي على نادي الزهور المباراة طبعا خلصت بنتيجة 25-13 وقيمة المباراة على صالة نادي الزهور وقدم الاهلي يعني عرض قوي جدا على مدى شوطي المباراة ونجح في تحقيق الفوز بفضل خبرات لعبات الفريق وتنفيذ تعليمات الجهاز الفن بكيادة كابتن محمد عادل زولة ويلتقي فريق سيدات الاهلي مع فريق التيرانيو بالتلات المقبل ضمن منافسات بطولة القاهرة نفس البطولة ويذكر ان اخر مباراة في الدولة لهذا الفريق كان ضد نادي سبورتينج واللي انتهت بالتعادل 21-21 الفرقة ماشي حتى الان كويس بس احنا محتاجين مطشات كتير الفرقة محتاجة مطشات يعني هستيرية مطشات زي ما بنقول ليه لان الفريق ده ما لعبش مع بعضه كتير وهفضل اقول كده وعيد لان دي الحقيقة اول ما نلاقي نتائج الفريق تحسنت وحصل فيها سبات انا قصدي سبات سبات يعني دايما عملت خش تكسب 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 في الوقت ده نقدر نقول ان خلاص حصل الهرموني في الفريق طبعا تعرفين الفريق تعاقد مع لعابة جديدة سنغالية وتم توجيه الشكر طبعا لسعيدة لعابة التونسية السابقة وتعاقدنا مع لعابة اخرى سنغالية منتخب السنغال ووصلت القاهرة وتم طبعا عمل الكشف الطب عليها وتأكدوا من سلامتها وتبتدي مبارايتها مع الفريق بل بالعكس كمان تبتدي التدريبات مع الفريق واكيد هتكون اضافة لان دي يمكن اول محترفة من افريقيا السمراء الحقيقة انا يعني امتبع كرة الهدي السيدات من فترة ما حصلتش ان فيه نادي في مصر جاب من افريقيا السمراء ولكن تقدم الكبير اللي عملته السنغال كمنتخب خاصة انها تقلق كهس العالم في البطولة اللي كانت عندها من شهرين في نوفمبر اه لا خلاص السنغال كسيدات كرة الهدي حطت نفسها على الخريطة الدولية وهيبقى لها شأن كبير كل التوفيق لفريق السيدات لكرة الهدي اشتركوا في القناة